محمد مصر اللهم أمين يا رب العالمين الليلة دي الحقيقة ليلة وطرية ليلة 25 رمضان أنت عارفين طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في العرش الأواخر في الوطر منها ولكن الحقيقة من خلال بقى الاستقراء والواقع اللي عشناه خلال السنوات الطويلة اللي فاتت كان أغلب ليالي القدر أغلبها ما بقولش كلها أغلب ليالي القدر كانت بتأتي ليلة 25 أو ليلة 27 إنه عرضة ليلة 25 نرجو الله سبحانه وتعالى إنها تكون ليلة القدر إن ما كانش كده يبقى ليلة 27 ربنا يا رب يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال ولذلك هنتكلم نهاردة عن ليلة القدر من خلال قول المولى عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تعالوا بقى نتعايش مع تلك الآيات ومع بعض التساؤلات الجميلة جدا اللي بتشغل أذهان ناس كتير جدا عن ليلة القدر إيه إنه أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه عيد على القرآن يعني بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر طيب هل نزول القرآن كله نزل كله في ليلة القدر نزل القرآن جميعا بلا استثناء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم بدأ بعد ذلك جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن منجما حسب الحوادث والأحوال وحسب الظروف وأسباب النزول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة يبقى إن أنزلناه في ليلة القدر أي بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر أو أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما أخبر الحق جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر أسئلة وتساؤلات كثيرة جدا أكيد بتخطر على بال ناس كثيرة جدا بيحبوا يسألوها عن ليلة القدر ليلة القدر هل هي مكافأة ربانية يقينا أي نعم خب بالك من حاجة في إنسان ولله المثل الأعلى ليس كمثله شاء أنه السماء البصير في واحد مثلا يكون مثلا شغال في الشركة معينة أو مثلا صاحب شركة معينة نعيد السؤال نقول لي صاحب شركة معينة صاحب الشركة ده عنده ناس شغالين في الشركة ثبتين طول السنة ليلة ونهار شغالين معاه بينتجوا ما شاء الله وبيحركوا الشركة وبيكسبوها دول بيبؤخر السنة لهم حوافز ومكافأات وفي واحد ممكن يروح الشركة كده بعقد المدة أسبوع ويمشي ثلاثة يام ويمشي أربعة يام ويمشي يعني ده في الغالب يحرم من المكافأات لأنه إيه لأنه مش متعين في الشركة هي دي المسألة ولله المثل الأعلى ليس كمثله شأن والسماء البصير واحد شغال مع ربنا بقى ليل ونهار ما شاء الله عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إراية كرآن صلاة زكاة حج إن استطاع بر والدين سلط أرحام تبليغ دعوت ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ده لابد يكون لي مكافأات منا طبعا وتفضل من المولى عز وجل وليس إجبارا على حق سبحانه وتعالى ففي مكافأات من بين المكافأات ليلة القدر ليلة القدر اللي لما الإنسان يوفق إليها لسه هقول لكم دلوقتي الموضوع ومش زي ما أنتم متخيرين لما بنسمع الآية خذوا بالكم لفظ الآية واضح جدا ولفظ الآية له دلالات لما المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر الله طب هو ربنا مش كان قدر يقول ليلة القدر بألف شهر يعني كتير جدا جدا من الناس يقولوا ايه يقول لك وليلة القدر توازي 83 سنة و 6 شهور ومش عارفوا كم يوم الموضوع مش كده خارس بالمرة لأنه إحنا لو حسبناها بالحزبة دي إبقى لابد يكون لفظ الآية ليلة القدر بألف شهر الله وهي ليلة القدر مش بألف شهر لا طبعا مش بألف شهر أمال بقى ديه بمليون ولا حتى مليون طب بمليار ولا حتى مليار أمال بإيه لا يعلم قدر ليلة القدر إلا الله احفظوا الجملة ديه لا يعلم قدر ليلة القدر إلا الله سبحانه وتعالى زي ما بنقول جماعة لا يعلم قدر النبي إلا الرب العليه سبحانه وتعالى إحنا مهما وصفنا في النبي ومهما تكلمنا عن النبي ومهما ألفنا كتب عن النبي ومهما عملنا حلقة ورسال ووعنا والله العظيم ما هنعرف قدر النبي لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العليه سبحانه وتعالى خب بأنا بقى برضو نفس الحكاية في ليلة القدر ليلة القدر دي من المجافئات التي خبأ الله أجرها على عبادي لأنها مفاجأة يوم القيام حاجة كده لا تخطر على قلب بشر والدليل على هذا أن صيام رمضان لا يعرف أجره إلا الله سبحانه وتعالى حد فيك عارف أجر صيام رمضان والله ما حد يعرف حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال نقل لنا الحديث الكدسي قال جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أجره الصيام والله العظيم لم يذكر ده ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل أعلى مثلا إيه واحد من علية القوم في الدنيا بيقول لك مكافئتك بقى عندي أنا واش هقول لك بقى من فجأة ولله المثل الأعلى ليس كمثلي شيء والسماء والبصير فاطر السموات والأرض اللي قال في الحديث الكدسي اللي رأى مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألاني كل واحد مسألة فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم خزين ربنا ملأة لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى سواء خزين أمور الدنيا أو خزين الحسنات والأجر والمثوبة بفضل الصحة تعالى فصيام من الصبر وربنا قال عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي صب عليهم الأجر صبا ولا يعرف أحد قدر لا الصبر ولا قدر الصيام ولا قدر ليلة القدر ولذلك ربنا أبهمها قال ليلة القدر خير خير دي ناكرة ناكرة من أجل التعظيم ولا التحقير لا من أجل التعظيم إيه اللي دليل على كده سياق من المقيدات كما يقول أهل العلم لما المولى عز وجل تكلم عن اليهود وقال إيه ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ناكرة من أجل التحقير أي حياة طب لما تكلم عن أهل الإيمان قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة برضو ناكرة لكن من أجل التعظيم لأنه أرضف معها كلمة قال فلا نحيي أنه حياة طيبة الله زي برضو نفس الحكاية زي لما نبع السلام يعني حينما دخل عليه كعب بن مالك الذي تخلف عن غزو التبوك قال كعب فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب تبسم بس مغضب زعلان مش مبسوط أما سيدنا سليمان لما النملة قالت للنملة ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشارون فتبسم ضاحكا من قولها يبقى إذن الكلمة تيجي في جملة تساوي معنى وتيجي في جملة تانية تساوي معنى تاني خالص فالعلماء قالوا السياق من المقيدات كوب بالك فالمولى عز جل قال ليلة القدر خير من ألف شهر أركز معنا بقى في الحتة المهمة دي ليلة القدر خير من ألف شهر ليه ربنا ما قالش بمليون شهر ليه ما قالش بمليار شهر قالك لأن العرب اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون لغة المليون ولغة المليار والفيل والأرنب والحاجات اللي احنا نعرفها والديناصرات دي هم ما كانوش يعرفوا غير لغة الألف ولذلك اقرأ بقى اقرأ بقى واحد زي حالتي مثلا عايش بقى له 22 سنة في وسط كتب بقى السير والتواريخ والتراجم عمرك ما هتلاقي لفظ مليون ولا مليار موجود في الكتب دي خالص آخر نفظ هو الألف حتى الواحد لما يكون عنده مليون يقول لك ايه يقول لك عندي ألف ألف أبو الإمام البخاري لما جاء عند الموت رحبعت ليه ابنه قال له تعالى يا ابني والله لقد تركت لك ألف ألف لا أعلم درغاما فيه شبه يا سلام يعني عايزة يقول له تركت لك مليون سوى عرفش لغة المليون فخاطب المولى عز وجل أهل العرب باللغة التي يفهمونها والرقم الذي يفهموه فقال لهم ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى إذن ليلة القدر لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى نرجع للسؤال هل هي مكافأة ربانية نعم مكافأة ربانية واعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع رزقه عن عباده أبدا أبدا مستحيل أبواب الرزق التي لا تقتل على قلبه وشر الطفل هو جنين في بطن أمه ما لوجه غير مصدر رزق واحد يجيلوا منه الهوى والأكل والشرب خبالك اللي هو الحبل السري حبل السري هيتولد الطفل خبالك يبقى هينقطع الحبل السري بيقطعوه بيقصوه بالمقص يبقى انقطع سبب الرزق فربنا يخلف عليه ضعف سبب الرزق فيعطيه ثديين للأم يرضع من ده شوية ويرضع من ده شوية وخبالك يبقى ربنا حرمه من سبب الرزق فأعطاه سببين الولد دوت أو البنت ديت الطفل دوت بعد سنتين بالزبط هيتحرم من سبب الرزق ده اللي هو الثديين هيتحرم من سببين أخي بالك لأنه خلاص هيتفطن ولازم يبتدي يأكل فربنا سبحانه وتعالى يمنع عنه سببين للرزق فيعطيه أربع أسباب اللي هما طعامان وشرابان النبات واللحوم دول الطعامان والشراب اللي هو الماء واللبن والماء بقى يندرج منه بقى العصير والأكل والحادق العصير والمشربات وكل ده واللبن هو اللبن لوحده أخي بالك طيب الإنسان ده وبقى عاش حياته سواء عاش بقى عشرين سنة تلاتين سنة ستين سنة خلاص انتهى عمره هيموت فانقطع أسباب الرزق الأربعة فيخلف الله عليه ضعف ذلك ضعف تلك الأسباب فيعطيه أبواب الجنة الثمانية الله يبقى حبل سرد ينقطع يبقى فيه ثديين من الأم يرضع منهم الطفل ينقطع عند الفطام يبقى يأكل حكتين ويشرب حكتين دول أربعة أسباب الرزق هيموت يبقى ربنا يخلف له بأبواب الجنة الثمانية قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار وإحنا قلنا بكذا حبيبي إن أنواع الجزاء ثلاثة لما ربنا بيكرمنا وبيخطبنا بأمر الجزاء بيخطبنا بأمر الجزاء على ثلاث أنواع نوع إحنا شفناه وسمعنا عنه وتعايشنا معه فيخطبنا به صراحة مع الفارق بين ده وبين ده زي الدنيا فيها نخل وزيتون ورمان وعنب وكل الأنواع الفواكه ديت فربنا برضو يخبرنا إن الجنة فيها نخل وزيتون ورمان وخبالك ولكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك كما قال ابن عباس ليس هناك تشابهم بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا الأسماء فقط هنا ده اسمه عنب وهناك اسمه عنب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في حديثة الكسوف لما قال الصحابة لقد رأيت الجنة وهممت أن أقطف عنقوذا من العنب ولو أخذته خبالك لأكلتم منهما بقيت الدنيا يا خبار ربي دعا نقود واحد لو النبي كان شد وجابه كانت الأمة كلها بجميع مشاربها وجميع شعوبها وجميع اختلافاتها وأممها على وجه الأرض لحد يوم القيامة يكلوا من عنقود واحد ما يخلصهوش ده عنقود عنب وده عنب وده عنب النهاردة بيجيب كيلو العنب بتحطه لسه هتقسم ولد واحد بيكون قام بالواجب شو بقى عنقود عنب تاكل منه الأمة إلى قيام الساعة جب إذن لما يكون الأمر أنت شفته أو سمعت عنه فربنا يخطبك بإيه صراحة طب النوع الثاني حاجة أنت ما شفتهاش ولا سمعت عنها لكن ممكن تتخيلها يعني أقولت لك إيه تخيل حضرتك أن في عربية ممكن يعملوها فضطير في السماء أنت ما شفتش عربية بتطير لكن ممكن تقعد تتخيل كده آه والله حلو قوي عربية يخالوا البابة بتاعتها بسوصة كده وتعمل إزا الجناحات ويبقى ليها من وراء مش عارف عمل إزاي والشكمالات إزاي والمطور إزاي آه ممكن تطير ليه ما اطيرش إذا كان الطيارة ما هي برضو عمل إزا العربية وبتطير فربني خطبك بهذا النوع على سبيل المثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للذات للشاربين وأنهار من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات الله بقى إزا حضرتك ما شفتش مية لم تأسن انت عارف البحار والأخديد والحياة اللي في الدنيا موجودة إزاي أو المية عموما بتبقى موجودة إيه في أخدود في حفرة مية المحيط مية البحر مية النهر مية الترع حتى موجودة في حفرة في الجنة لأ مفيش حفر في الجنة في الجنة المية تمشي على سطح أرض الجنة خد بالك وتبقى المية عاملة كده زي الأوبة كده سبحان الملك ولا يطلع منها نقطة واحدة والمية لا تأسن ولا تتغير على مرور ملايين السنين اللبن نفس الحياة مش أبدا ولا يقطع ولا يعمل شرش ولا يعمل أي حاجة الخمر لذى للشاربين ولا يتغير أبدا والعسل مصفق ما شاء الله مش محتاج أن انت تمرره بمراحل التصفيه عشان تطلع من الشوائب وتبتدي تتناوله زي ما بيحصل في الدنيا ولا يغبر أبدا العسل ولا يتأثر أبدا في الجنة حضرتك وسيادتك ومعليك وبقولك الثلاث كلمات دولت لأنك انت هتبقى ملك في الجنة ملوك فعلا في الجنة هتبقى حضرتك وحضرتك وكل واحد فينا في الجنة لي أربع أنهار في الجنة خاصين بينا إحنا لوحدنا كده نهر من لبن نهر من ماء نهر من خمر نهر من عسل تعالوا نكمل موضوعنا عن الأجر ولكن طب فاضل نص دي نكمل فيه النوع الأول اللي هو حاجة شفتها فربنا بيخبك بها صراحة التانية على سبيل المثل الحاجة التالتة حاجة لا شفتها ولا سمعت عنها ولا ممكن عقلك يجبها فربنا سبحانه تعالى يسكت عنها لأن عقلك مش هيجبها زي إيه زي لما ربنا بيوصف الأرائك التي يجلس عليه أهل الجنة قال بطائنها من استبرق البطانة بتاعت الأريكة من أرق وأجمل أنواع الحرير أملي الظهار يبقى شكلة إيه سكت الحق عنها لأن عقلك لا يمكن يجيب كذلك سكت الحق جل وعلا عن أجر الصبر وأجر الصيام وأجر ليلة القدرة هالو نكمله لكن بعد فاصل قصير صلنا على حبيب الفك أما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيوم والمشاعر واليقين رح نعيش بالولوك مع كلها نعرف المعنى وتدين الحكاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالوا نشوف فضل ليلة القدر السؤال الثاني السؤال الأولاني هل ليلة القدر مكافأة ربانية؟ طبعا نعم ومكافأة ربانية كبيرة لا تخطر على قلبه بشر طيب إيه هو فضل ليلة القدر؟ رقم واحد عد معايا ليلة مباركة كل حاجة فيها بركة بركة في الطاعة بركة في العمر بركة في الرزق بركة في حب الناس لبعضهم بركة في أي عبادة تعملها في اللحظة دي ليلة القدر إحنا قلنا جماعة كما قال المولى عز وجل خير من ألف شهر يعني ليمكن تسويها بألف شهر هي لا يوازيها مليارات السنين ورغم ذلك لو حتى سلمنا بأن بعض الناس فيهمتها إن ليلة القدر بألف شهر يعني الرقعة الواحدة فيها يا مسلمين بستين ألف رقعة والتسبيحة بستين ألف تسبيحة والاستغفار بستين ألف استغفار والآية بستين ألف آية إيه هو عتفوتها وصدقوني والله معرفش هو إحساس قلبي يعني ليس علما بالغيب ولكن قلبي حاسس إنها للادي وإما كانتش للادي وإما كنتش أنا مصيب في رأي ده يبقى إن شاء الله ليلة 27 وإحنا مع بعض طبعا للادي وليلة 27 وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين وليلة 27 مش هتكون بقى حلاقة آية وحكاية يعني إن شاء الله نكون على هوا معكم أنا واخويا الشيخ خالد عبد الله وبعض المشايخ ربنا يبارف فيكم ونحتفل مع بعض بقى بليلة القدر يا رب غنمنا وإياكم ليلة القدر أرجوكم لسانكم ما يفطرش اللي لادي أبدا عن يا اللهم إنك عفو وإنتو حبوا العفو فاعفوا عنه يا رب اعفو عننا جميعا يا رب العالمين يبقى ليلة القدر ليلة مباركة قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة ليلة كلها بركة ربنا يا رب يغنمنا وإياكم بركة هذه الليلة المباركة الحاجة الثانية قلنا إن العمل فيها أفضل من ألف شهر خير من ألف شهر الحاجة الثالثة بتكتب مقادير الخلائق كلها من السنة للسنة في ليلة القدر قال جل وعلا فيها يفرق كله أمر حكيم مقاديرك هتنجح هتجوز مين هتخلف إيه ربنا هرزقك بفلوس قد إيه هتصلي كم رقعة هتصوم كم يوم هتسبح كم تسبيحة هتعمل إيه هيصيبك إيه يحصل لك إيه خلي الليلة ليلة طاعة عشان الطاعة دي ربنا يجعلها شفاعة ليك في إن لا يصيبك إلا كل خير طوال السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر التانية فيها يفرق كله أمر حكيم تخيل إن الليلة دي تكتب مقادير الخلائق ممكن يتكتب اسم الليلة دي في عداد الموتى اللي هي موت السنة دي وأنا ما عرفش فلازم أستعد وأتجهز وأرب من ربنا أكتر وأكتر واستثمر كل لحظة في طاعة ربنا لإن فيها يفرق كله أمر حكيم أطلب من ربنا في ليلة القدر إن ربنا يقضي لك الخير أنت وأمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل مصر وأهل سوريا والدنيا كلها أطلب من ربنا إن ربنا يقضي لنا ويقدر لنا الخير كله في هذه الليلة عشان نعيش أجمل سنة السنة اللي جاية وأنا قلبي حاسس إن شاء الله خلال أيام تتحرر سوريا وخلال أيام تستقر الأمة الإسلامية إن شاء الله وخلال السنة دي إن شاء الله تعيش الأمة الإسلامية العصر الده بنيها ويعود مرة تانية المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى يبقى فيها يفرق كل أمر حكيم إن الحاجة الرابعة أو الفضل الرابع لليلة القدر إن من قامها إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبي كما ورد في الحديث اللي درها البخاري أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبي ألف مليار مبروك الصفحة بتاعتك والصحيفة بتاعتك بقت بيضة زي الفل الفضل الله سبحانه وتعالى أبيض من التوب اللي أنا لفسه دوت علشان تبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تملاها طاعة وتملاها عبادة وتبعد نفسك عن التشاحن والخصام ربنا يا رب يغنمنا وإياكم كل الخير رايو السؤال التالت يا ترى ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي كان فيه ليلة قدر لكل أمة من الأمم السابقة ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أن ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه السبب؟ إن يروى في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل من بني إسرائيل خرج بسيفه مجاهدا في سبيل الله ألف شهر ثم عاد فزي ما تقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقاصر أمته قد تقاصر أعمار أمتي فشكأ إلى المولى عز وجل يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالها قليلة فيعني أكرمهم يعني أكرمهم بحاجة تعوضهم عن قصر العمر ده وعن قلة الأعمال لأنه عمرهم قصير إذا كان درح ألف شهر يعني 83 سنة 84 سنة بيجاهد فالأمة دي هتجاهد أديه بالمنظر ده فأنزل المولى عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر لو حد من المسلمين أمها خير من الألف شهر اللي كان بيجاهد فيها ذلك الفارس فضل من ربنا سبحانه وتعالى تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة الله طب ليه إحنا بقى ما عرفناش ليلة القدر هو مش ليلة القدر كان عرفها النبي أي نعم والله العظيم النبي كان عرفها ونزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ليلة القدر ليلة كذا وليلة ماتتوش ده هم كلهم عشر ليالي فلو جبريل عليه السلام قال له دي ليلة سبعة عشرين أو ليلة تلاتة عشرين أو ليلة خمسة عشرين أو أي ليلة من ليالي ديت كان الموضوع يعني ما يتنسيش يعني ولكن قدر الله عز وجل له ما شاء فعل في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله سلم نزل عليه جبريل وهو في بيت عائشة وخرج وهو عارف ليلة القدر خارج يفرح الأمة ويا ما فرح الأمة صلى الله عليه وسلم ويا ما هي فرحها يوم القيامة بأنه يشفع للأمة الجميلة المباركة الطيبة فرايح النور السلام وخارج من بيته وداخل المسجد علشان يفرح الأمة ويقول لهم ليلة الأدري ليلة كذا عشان تكسبوها وتغنموها لقى تنين من الصحابة بيتشحنوا وبيتخصموا وصوتهم عيلي على بعض وبيتخنقوا مع بعض فرفعت ليلة القدر من ذهن النبي نسيها مع أن حاجة ما تتنسيش يعني لو جبريل قال له دي ليلة 27 خارج شافت نين بيتخنقوا مع بعض هل ليلة 27 تتنسي؟ لكن قد ربنا سبحانه وتعالى أنها تتمسح من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي ولسه عايز يقول لهم ليلة القدر ليلة كذا رفع العلم بليلة القدر فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بتلك الليلة ولكن أمرنا أن نتحرى تلك الليلة في العشر الأواخر في الوتر منها لليت 21 23 25 27 29 ودي فايدة كبيرة أول نطلع منها كفاية تشاحن بقى وكفاية خصام ما تيجي نسامح بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند البيقي بإسناد الحسن إن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان على عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ما تيجي نتصافة ما تيجي نتصالح قول لي أنا أصلحه ابن مين في مصر ده شاء أنا روح أصلحه هو مش عارف أنا مين هيا كده الشيطان هو اللي بيقول لنا كده خب بلا لا 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 انسى الكلام ده خالص ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني بيقول وخيروهم من الذي يبدأ بالسلام أبوس إيدك روح صلى حقوق واحد تخاصم مع علي ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب ده كان أمير المؤمنين فرجل بعث لرسالة يا أمير المؤمنين تعال فصالحني فوالله إنك لخير مني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيروهم من الذي يبدأ بالسلام فما ينفعش أنا اللي أبدأك لأن انت أحسن مني ما تيجي نتصافة ونصف قلوبنا وتيجي نتصالح اللي لا دي عشان ما نتحرمش من مغفرة لحسن خب بلك من موانع المغفرة في الليلة الكريمة دي اتشاحن واحد مخاصم واحد زعلنين مع بعض تخيل هيقوم ليلة الأدر وهيصلي وهيقول يا رب وهيبكي وهيسبح وهيقرى قرآن وهيستغفر وهيقول النبي قال كده ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم لو هتسامح أخوك ربنا هيسامحك ولو مش هتسامحه بكل أسف وبقولها لك من قلبي مش هيسامحك فعشان كده تعالوا نتصافة لو أخوك بعيد عنك بالتليفون حتى بالتليفون كده وسلم عليه ابعث له رسالة صالحه لو هو ما رضيش يصالحك مش مشكلة انت عملت اللي عليك وخدت الأجر بفضل اللي سبحانه وتعالى وانت أحسن منه ألف مليون مرة يمكن يكون إنسان قلبه أسود وما بينفعش انه يسامح بسهولة وما بيصفاش أبدا أبدا انت معلكش زنب صالحه وحتى لو رفض انت اللي كسبان طبعا في حجاك كتير جدا في ليلة القدر هنكملها بكرة إن شاء الله لأن الوقت الحقيقة خلص والوقت معاكو بيجرب سرعة بشكر إخواني في القناة هنا لأن الحقيقة تحملوا الكثير عشان كان فيه الخطاب طبعا خدت فترة كبيرة وطلقنا متأخرين وبعتزر الإخواني اللي جايين من بعد المشايخ الأفاضل ربنا يحفظهم وبشكر أخويا اللي أستاذ حمد السيد ربنا يحفظه وبارف فيه وبشكر كل إخواني اللي موجودين معايا في الستوديو وبشكر كل القائمين على هذه القناة المباركة وبشكركم جميعا وادعونا وندعي لكم ليلة القدر متنسوش اللهم إنك عفو تحبوا لا عفو فاعفو عنا متنموش صلوا اسجدوا لله استغفروا قولوا الضعاء دوت ودعوا البعض ودعوا الأهل سوريا ربنا يحفظنا حفزكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوق إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة